السلام عليكم ورحمة الله اليوم إن شاء الله ستكون آخر فيديو في هذه الفورماتي التي سنتعلمون فيها كيف ندبلوية وإنهاء راكت جيس أول شيء نعرف ما هو الديبلوامنت او الديبلوامنت الديبلوامنت يبدأ بالبريبارات عن واحد الاست يعني تكون عندي واحد دوسير الاست او public او ما حاجة بحلاكة يعني واحد الدونة ولا واحد الفيشي لنأخذهم ونصفتهم ال production هذا الفيشي الوصف يكون تكون الفيشي html فشي 1 html فشي ese sign javascript و palace image واي جميع اسمت فونت ان يكون هاتف ستعملوها في production و لنبدأ بالفعومات لقد قلت لكم ما جمعتنا السبيبت ويجمعتناا اقرابه لنا قد اخذ بهم من البداية نخدم ونخدم لكم بـ Start كنا نقوم بـ Test تجد في الفيديو نقوم بـ Eject كي نخدمه لـ Config هذا هو المثل المثل لكي نخدمه بـ Experience نحن نقوم بـ React App وCreate React App وكنا نقوم بـ Build هذا Build نقوم بـ إذا نقوم بإمكاننا لكي نقوم بـ Build الذي يكون فيه فشية Static يكون تصور JavaScript وفشية CSS يمكن أن يكون bundle CSS يعني فشية واحد تخدمه في الـ Application من بعد يكون واحد Manifest JSON يكون هناك فشية JavaScript HTML الماب CSS gs gs يكون هناك فشية يمكن أن يكون هناك الـ Entry Point من جهة JavaScript ومن جهة CSS هذه هي تجنرى تجنرى لكي نقوم بـ لكي نقوم بإمكاننا لكي نقوم بإمكاننا الـ Index ومن جهة ونقوم بإمكاننا ونقوم بـ ونقوم بـ تختم في البيتسي يعني تكون ويبو في البيتسي وعندي هنا هذا الـ SVG هذا ما تخدمت بها أي شيء تكون لدي في هذا الـ Build وننسى هذا الفيشي روبو نوت تكسي هذا لديه علاقة بالـ SEO ومعرفة الـ سيت تريفيرانسة في جوجل وفي الـ سيت تريفيرانسة أو لا نستطيع أن نجمع هنا إذا أردت الـ سيت تريفيرانسة على حساب الـ Application لديه علاقة بالـ تكون الـ Build كبير ولا صغير أهم شيء لديه هذا الـ Build هذا يتهز هذا التوصيب هنا ويتصفت عندي هنا في الـ Production هذا لديه لديه فيشي هنا تستطيع أن نخدم وأنا مرتاحة يعني تكون لديه ويستطيع أن يدخل لديه أي واحد بالـ PSD لأنه لديه في الـ Local يجب أن يكون لديه كود لكي نخدم ولكن لديه الـ Production تستطيع أن تستغل الـ URL مثلا http مثلا مثلا weather.app أو .com أو ما تستخدمونه ونخدمونه فهو ستكون لديه الـ Production ويستطيع أن يدخل من أي مكان إذا كان لديه إنترنت أول شيء سوف أفعله هذا الـ Build ونفعله لنصف الـ Build من أجد ماذا نفعله؟ نفعل MPM Run Build كماند سهل بسهل هناك جنرالي أحد الفرسون Optimize Production لكي يكون لديه CSS Mini فيه يكون جافا سكريبت صغير يعني تصغير لديك ماكسيمم يمكنك التصوير بكثير من الزيتاب التي يفعله على حساب الابيكاتي كل ما كانت كبيرة وعندي لديه كثير من كل ما تتعطل هذا كماند لديه كماند سالة الخدمة هناك يظهر لديه warning أي شيء مثلا لا تتعطي بشكل جيد ونستطيع أن نصلحها ونعود إلى Build من بعد أعمل الزيتاب التي لديه جافا سكريبت وعندي CSS هناك لديه Package لكي نصفته على حساب البروجيه نستطيع أن نستخدمه لكن بعض الأحيان تحتاج إلى الأحيان تختار الأدوات لكي تقومون بعض الأحيان مثلا أو 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 يعني أي شخص عنده إنترنت لا يستطيع أن يصل لنا لماذا؟ لأن هذا الوكال لا يكون في إنترنت لذلك لا يستطيع أن يصل لهم بعض الوقت التي تريدونها لا تريد شيئا فري لا نستطيع التعلم هذا ما سنفعله اليوم وعلى حسابكم إذا كانت شركة كبيرة ستعمل بالكلاود أو شركة دي دي أو شارد هاست يسمون بـ Node Node.js كي يقوم بـ React وإذا كانت يستطيع أن يعمل بـ React وكما تريد أن يعمل بـ Node.js يمكن أن يعمل بـ Serve كانت واحدة من المعامل الذي يسمى Serve يمكن أن تعمل بـ Static Files وتعمل بها React.js أو تلك تكنولوجيا آخرين النفس الحاجة في الوكال سواء تعمل بـ Node.js أو بـ Serve وأغلبية الوكال يعمل بـ Serve بالنسبة للـ Free لدينا Firebase في Google لدينا Versal لدينا Search لدينا كثيرا 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 Netlify أي شيء تخيلتها كثيرا أنا اليوم سأخطر لكم Github Github لأنه يمكن أن نضيف في واحدة الـ Application لدينا هذا ما سنفعل اليوم أول شيء لأن نفعله في Github يجب أن يكون لديه الـ Repo في Github يعني يكون لديه الـ Code يعني الـ Code يكون لديه الـ Github سنونا لا نستطيع أن نفعله هذه هي أول شيء يكون لديه الـ Code في Github الثاني شيء سنفعل سننصلي واحدة الـ Package هذا الـ Package وهو Github Page تكسب بحلقة هذا الـ Package ماذا يجب أن نفعله؟ يجب أن نفعله لديه الـ Code ما هو الـ Build الذي قمت بها يأخذ هذا الـ Build ويصفته الـ Branch التي ستكون لديه في Github هذه هي الخدمة سنقوم بـ Branch في Github وأضع المسائل لديه لكي نستطيع أن نقوم بـ install Github We will build ونستطيع أن نضع save . بعد وصل نقوم بـ Package .json ونحن نانفذ ونضع الكموند الذي سنسميها deploy وسنضع الكموند آخر الذي ستسمى pre-deploy هذا الpre-deploy ماذا ستفعل؟ ستعيير الكموند الذي قمناه قبل هو mpm run build ماذا ستفعل؟ ستعيير لهذا الكموند الذي قمناه هنا. يعني هذا ستعيير لهذا و ستعود لديه هذا الدوسير بعد ذلك الديبلوية هي التي ستحتاجها في GitHub page و احتاجها لديها واحد الbuild الذي سنعطيه له وهذا يعني هنا هذا الكموند ستعيير له هذا الدوسير build سيكون قبل هنا لدينا الpre-deploy ستوجده لنا وهذا github page ستعييره لنا يعني الديبلوية هذا هو الديبلوية على الديم يمكننا الأساقط المدرسة ثم يقوم بإعلام من البيت الذي يقومون في دوسير يمكننا الأساقط يمكنك تقرأ ثم يمكنك تعمل يمكنك تعمل 再قرأ deploy هنا يمكننا الآن بالتحديد يعني الpre-deploy نسناعي دوز وعشاك في Comprender Deploy تأكزكوت هذا ال PreDeploy فعلا لذلك لأننا نستطيع أن نستطيع أن نستطيع تغيير هنا في SRC هذا G H ما تستطيع ترى أنه لم تستطيع تغيير 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 لذلك يستطيع أن نستطيع أن نستطيع تغيير لذلك سنكون نستطيع في الـ Deploy أخر مرة أخرى في الـ Projet هذا نسأل هذه المساعدة التي ترى هنا تبادي لذلك سنقوم بإمكانك في الـ Branch في الـ Github Project وضع المسائل و هنا يظل إلى Publish هذا هو Github إذا دخلت هنا سأجد برانش جديد وهي هذه وعندها الـ Build التي تتعلم تضيصي Build وضعها في هذه المساعدة إذا أريد أن نرى التي قمت بإمكانك سنقوم بإمكانك بإمكانك الـ Repo أو الـ Name الـ Repo من بعد ندخل إلى هذا الـ URL إذا كنت مثلا عندي كما ترى في الـ Username الـ Username التي هي جمعية لذلك سنقوم بإمكانك الـ Username لذلك 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 الـ Enf هو الذي يوجد لتوكن إذا أقلت في هذه المساعدة التي قمت بإمكانك التقص كان لدي أحد توكن هنا تكاتبه و لم أقوم بإمكانك لكي تقوم بإمكانكم لكي تقوم بإمكانكم في Open Weather Map و في لكي تستعملوا لضونة لكم كل شخص يقوم بإمكانك سأعود إلى الـ Token و نعود إلى نقوم بإمكانك و قبل أريد أن أقول لكم أحد القضية مهمة مرة أخرى ستجعله و ستجعله و ستجعله و ستجعله و ستجعله و ستجعله و ستجعله تقريباً ما ستجعله سأأتي هنا و سأقوم بـ Public URL و سأقوم بـ و سأقوم بـ Point يعني هذا هو Public URL لماذا يقوم بنا و سأقوم بحاجة و سأقوم بحاجة أخرج لكي تكون سلاشة لكي توقع عليهم المشكل ويخرجون لكم هذه الزرور بحالك 404 404 404 لذلك ما نفعله هنا بلس ما نجعله هذا شيء يكون بحالك نأتي ونزيده ونعطيه الـ . لكي تتبع الزرور هنا قبل لذلك الزرور لا يكون لدي المشكل لذلك هذا هو الحل أنا أرجع لتوكين ونعود نضيف الويل أب لكي تستفى ونحن نضيف الـ Deploy هذا يحدث عن المشكل التي قلت لكم في الـ Public هذا هو المشكل الذي يحدث عن كيف تستفى الـ Slash Static هو يجبب من ضغط Slash ونحن نضيف الويل يعني هنا يجب أن تكون . بالطريقة التي أردتكم وهذه نحاول أن نعود الـ Committee ونعود للنصة Deploy ونحن نضيف الـ Deploy ودخلت هنا الـ Application وأنا قام بعمل الـ Position يرى لديه درجة الحرارة ويرى لديه كل شيء إذا سنرى أفتح كيف تستفى يرى لكي تستفى أمستر نعم هي هذه هولاندا إذا كنتها لديهم 18 دقري إذا كنت هنا سوف يرجع هنا الـ Default location أو الـ Current location لدينا 25 دقري تقريباً هذا الذي كان في هذا الفيديو تعلمنا كيف ندبله React App هنا في GitHub أتمنى أن تكونوا جيداً في هذا الفرمات ونطلقوا إن شاء الله في هذا الفرمات التي ستكون أفضل سوف نشاهده فيها مع React في أبليكات أو وفي أبليكات التي ستكون مختلفة أبداً سوف نقوم بعمل الفرمات التي ستكون خاصة في React و ستكون Advanced سوف نقوم بها كيف نقوم بـ Package وكيف نقوم بشكل جيد لكي نقوم بشكل جيد عندما تصل إلى الفيديو سوف نقوم بـ Playlist من العربية مع React و سوف نقوم بـ Playlist React Advanced أتمنى أن تكونوا جيداً و أتمنى لكم النجاح في المسيرة المهنية لكم و للمسيرة الدراسية التي ستقرأوا شكراً لكم و اتلاقوا في المسيرة في المسيرة في المسيرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر